اشتركوا في القناة حسب ما اوضحت لنا العلامة الصينية حيث صراحت فاو انها تعتبر السوق الجزائري من اهم الاسواق في افريقيا والذي تترسخ فيه ثقافة السيارات وتلعب فيه هذه الاخيرة دورا مهما في الحياة اليومية للجزائريين ما يوفر لفاو حسبها مساحة كبيرة لتطوير سوق السيارات الجزائري ولتجسيد ذلك كشفت فاو انها ستعمل جنبا الى جنب مع شريكها على تلبية متطلبات دفتر الشروط سواء من ناحية التقنية او من ناحية الادارية بالاضافة الى توفير منتجات عالية الجودة وخدمات جيدة لزبائنها وجعل العملاء يتمتعون بتجربة جيدة جدا فيما يخص اداء السيارة وخدمات ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار ومن جهة اخرى كشفت الشركة ان سيارة فاو تي سيفن سيفن من نوع سيوفي هي اول سيارة محتملة للعلامة في السوق الجزائري بسبب ثقتهم العالية في هذه السيارة وهذا من بين مختلف السيارات الكهربائية والسيارات التي تعمل بمحركات تقليدية التي توفرها فاو كما ستعمل هذه الاخيرة على رفع من قيمة العلامة الصينية من خلال التكنولوجيا الجديدة والمتطورة والمتوفرة لديها وفي الاخير لي بغي تأكد من الخبر ستجدون المصدر في سندوق الوصف سلام